في الوقت الذي ما زال العالم فيه منشغلاً بالغزو الروسي لأوكرانيا وجرائم الحرب هناك فإن الكشف عن المقابر الجماعية واستمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض في الموصل يعد شاهداً على مرتكب من جرائم مروعة على يد قوات الاحتلال والميليشيات في العراق في أحدث تقرير لها كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تظهر انتهاكات شنيعة في غارات جوية مميتة شنها جيش الاحتلال ضد مدنيين في العراق وقائع الانتهاكات بحق المدنيين أخذت من إرشيف سرين في البنتاجون عن الحرب الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2014 حيث تكشف مجموعة الوثائق أن الحرب اجتملت على أخطاء جسيمة في المعلومات الاستخباراتية وعمليات استهداف متسرعة وغير دقيقة في كثير من الأحيان وآلاف القتلى من المدنيين بينهم العديد من الأطفال مقابل أقل القليل من المساءلة وتسرد الصحيفة أمثلة لأسر عراقية في الموصل والرمادي وغيرها من المناطق قضت بأكملها في القصف الأمريكي فيما يعتبر تناقضا صارخا مع الصورة التي روجت لها الإدارة الأمريكية عن الحرب التي تشنها باستخدام الطائرات المسيرة ذات قدرات الرصد الفائقة والقنابل دقيقة التوجيه قتل القوات الأمريكية لمدنيين بذريعة الخطأ لم يقتصر على الساحة العراقية بل تعداه إلى سوريا وأفغانستان ومناطق أخرى وتكشف الوثائق أيضا أنه على الرغم من منظومة الإجراءات والقوانين المعتمدة لدى البنتاجون بشأن التحقيق في وقائع الضحايا المدنيين فقد حل التعتيب والإفلات من العقاب محل تعهدات الشفافية والمساءلة ولم تنشر نتائج التحقيقات إلا في عدد قليل من الحالات ولم تتضمن أي توثيقة إقرارا بوقوع خطأ أو توثيقا لاتخاذ إجراء تيديبي وثائق تكشف حجم وكمية الانتهاكات ضد الأبرياء وروايات صادمة تخرق جانبا من جدار الصمت الذي يحيط بالانتهاكات المروعة التي لا يحق لمن يرتكبها أن يدعي أي فضيلة ولا أن يصرخ لأن غيره في هذا العالم يرتكب مثيلاتها فقد تعدد الفاعلون والجريمة واحدة